موسيقى هكذا نزل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بني جانت المعروف بجزار غزة بالرباط بهذا تكون المملكة المغربية أول بلد يزوره وزير دفاع للكيان من بين الدول التي ركبت قطار التطبيع ضمن اتفاقات أبراهام في الرباط جر اجتماع مغلق بين الجانبين أعقبه التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس للتعاون العسكري الاستراتيجي الأمني والاستخبارتي وتضع الأسس لصفقات أسلحة مستقبلية بين الطرفين مذكرة التفاهم هذه هي الأولى التي توقعها إسرائيل مع دولة عربية وبهذا يكون المغرب السباق إلى الارتماء في الحضن العسكري الصهيوني علنا بعد سنوات من العناق السري وجدير بالذكر أن عدة تقارير تحدثت عن تأسيس الكيان قاعدة عسكرية شمال المملكة مع منشآت للتنصط والجوسسة فضلا عن برنامج تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية بالمغرب وغيرها من مجالات التعاون العسكري والأمني الهوس المغربي بالارتماء في حضن الصهيونية بالتطبيع الشامل يطرح سؤالا في ذهن المتابع البسيط عن الفصام في شخصية المملكة تجاه القضية الفلسطينية وملكها يترأس مثلا لجنة القدس التي تأسست لحماية المدينة من التهويد وتمصي هويتها الإسلامية ترجمة نانسي قنقر